اشتركوا في القناة رسميين اكتر شوي نكتب كل المعلومات اللي بيقولها الشاف شادي ننتبه اكتر على قصص اللي عم نحضرها لانه بالنهية عم تكون دايما هيكي سريعة ومش عم نقدر نرجع عم عيد الاشياء كزا مرة لانه عم يكونوا كتار مثل اليوم كتار 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 واحد بدي خبركم كمان الحكاية عن موضوع الكبي اللي عملناها مبارح بلحمة الكفتة برجع عم بذكركم نص كيلو من اللحمة انا مكن عندي لحمة مدقوقة يا شاف شاديك عندي لحمة مفرومة طازة دور واحد ناعمة بقر شو عملت انا جيت خلطة لنص كيلو مع اثنين كوب من البرغل الناعم المنقوع مسبقا وبعدين معصور حطيت لهم من البصل شوي صغير يمفرومين ومن النعنى ملح وفلفل وكمون عملت العجينة هالعجينة مدينيها عملناها خلطة خضرة بقلبها بتعقد بتجنن شو ما بدك يا مدام عملي خضرة بصل توم بصل اخضر فلفل حلوة من جميع الالوان فلفل حرق زحبيتي بروكولي بتنجان كوسة شو اسمها داك الكاروت الجزر اوكي وجينا حطيت بقلبهم كمان من الفول عملنا الحشوة بتعقد مع شوية صغيرة من الكزبرة وجينا حطيناها بقلب الصنية واتطلعوا اليوم خبزناها بطريقة حلوة وجينا واو هنه كانوا اكتر من هيك بس عن جد ان ما كانوا طيبين كل ضيوفنا اليوم بعالم الصباح كل واحد اخذ معه قطعة كانوا عن جد طيبين وبتحسوا انهم هلسي مش كتير تقيلة عالمعدي لانه اللحمة اللي فيها مش كتيري والخضرة ستعم تعطي هيك حيوية اكتر واكتر طيب اثنين عملنا جبنا الموتساريلا خليكم معي شوية خليكم ابو عكار يا ابو عكار فادي هون انت اشوف يا سلام اوكي هلأ هون بس انا اطلع بالشغل شوف كيف تطلع دغري على الهواء اون دو تروى كيف تطلع على الهواء ما تطلع على الهواء لا هيا تطلع على الهواء هايدا هون الموتساريلا هاهاهاهاهاهاها شفتو طيب لكن موتساريلا شو عملت انا ما زال ما حطت بنادورة بقلبه واعملها كابريزي موتساريلا عملتها خضرة موتساريلا يعني بشتبل موتساريلا او بشتبل كابريزي جبنا من الخضرة كمان ألينيهن ألينيهن يعني عملناهم سطين مع شوية صغيرية من زيت الزيتون وجينا حطينيه بحطينيهن بيناتن من بعد ما عملت فطريا شادي بصل فلافلي حلوي ملوني وعملنا شوية صغيرية من الكزبرة بقلبهم أوريغانو أكيد زيت الزيتون ملح وبهار وشوية صغيرية من الحبق عملناهم بها الطريقة الحلوة وقدمناهم اليوم الصبح كانا طبقان أكلنا طبق كمان تروقناه كان جميل جدا جدا انتقلنا بعدين هون عندي السمك لايكوا السمكات الحلوين سمك اللي كان عندك يا شايف شادي لهلا بدك تعمله وشو عملت فيه علينا منه حطينوله كمان من الخضار المتنوعة والخص وعملناه بطريقة حلوة سلاد مع المايوناز وهون الكبة وخلصنا طيب نبلش بالشغل يا شادي حكينا اللي حكيناه فيليه سمك اللقز فيليه سمك البراء فيليه سمك الأجاج فيليه سمك المليفة فيليه سمك التونة فيليك سمك أي نوع من الفيلة أنا جبت فيليه الأبيض هلا عم نشوفه قدامنا شايفين لون شوية صغيري لأنه أنا حطيته بالفرن شوية نيستويته خمسين بالمية وأنتو لازم تعملوا مثلي من بعد ما سطليه خمسين بالمية مع شوية صغيري من المي بقلبه وشوية صغيري من زيت الزيتون والملح والفلفل منطلعوا إلى برة نعمل له خلطة لايكوا الخلطة شو هي بصل أخضر بنادورة وتوم هاي دي يعني عمله معروف يعني حطو توم عمله معروف حطو بصل أخضر عمله معروف حطو بنادورة وعملو معروف بعضين عملوا اللي بدكنيين حطو اللي بدكنيين بعدين ما عندي مشكلة أنا رح تبّلها شوية رح عملها مثل السلاد رح غطة غطة رح غطي الفلايات السمك اللي هني مشويين خمسين بالمية ومنحطهم بالفرن ألوان بتعقد ويجبن نكون عملنا فلاي سمك لزبدة لكرام يعني هلسي حلو لايت بعقد بجنين خلوكم نشوفو خلوكم معي شوية طلعوا كيف هيدا الحبقة كمان مع الزيت اليوم كان عندي حبقات حلوية بالطريقة رح زدلهم شوية صغيرة من الفلفل لايكون شو جميلين كمان يا شف شادي السمك بيلبقلوا كمان عصير الحامض وكمان السلاد عصير الحامض أكيد ومنروح شوية صغيرة هون من الملح صار لنا متل سلاد هالسلاد من بعد نحنا ما نحركها بهالطريقة طلعوا ها لكن أنا برجع بعيد البصل الأخضر موجود التوم موجود البندورة موجودة وبدكن تحطوا أي نوع من الخضرة بعد ما عندي مشكلة وكان لون سوا طلعوا ها 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 فوق فليس سمك بيطلع عندكن عن جد أكل يجربوها وسريعة جدا جدا وفليس سمك كمان الهمور أو اللقز الرملي أو الرقز الصخري شو ما بدكن بعقد ويلا يا شادي على الفرن بدو يعني أكيد لو نو أخذ معنا حوالي لعشرين دقيقة تستوى خمسين بالمية هلا بدنو نحوالها كمان لعشر دقايق وبيصيرو جاهزين لقن حلو كتير يعني وصفة سريعة جدا فيه ليه سمك منجي متل ما هو منقطعو منحطو بقلب الصانية مع شوية صغيرة من المي بالقعر طبع الصانية سجاد زيتون على الوجه ملح وفلفل ومنكتبو الوصفة كمان قدامنا وشو منعمل كمان منجي منطلعو بعد خمسين بالمية ما يستوي خمسين ستين بالمية لما تعقدو الموضوع بس انو يعني يكون مستوي نوعا ما بنعملو خلطة هالسرادة الحلوى بنادورة بصل أخدر توم وزيدو شو ما بدكن بعدين شو ما بدكن مع شوية صغيرة من الزيت ومن الحامض بلح وفلفل ومنحطها على وجه انا حطيت شوية صغيرة من الحبق ما تزعلو لانو بتطعم اكتر واكتر حبيت هادي خلصيت لا ما خلصيت منطل شوية صغيرة تتخلص بعدين نروح على المقلي يلا يا شايف شادي تطلعوا عم نشوف قدامنا انا اكيد قليتون قابل حتى بس اربح وقت لانو شغلي ولا اهيام من هيك زيت زيتون اوريجانو شوية صغيرة واذا بدكن بلا اوريجانو زعتر مع زعتر سمسم كمان بي 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 صلح سماء أجمل وأجمل شامبينيون فري يعني فطر جبنا حبي من الفطر هي نص حبي يا شادي قطعناها اربعة وجينا قليناها مع البصل يعني بصل وفطر فقط لغير اوكي مع انا اوريجانو زيت زيتون ملح وفلفل بلشو نقاليو مضبوط بهالطريقة الحلوة خلوني بس هون هالزيت لانو هون وخلينا يا شادي نعمل شغلة شعل تحت الزيتات لانو بعد شوية صغيرة الكلماري تيمبورا وبعد شوية صغيرة رح يكون عندي لانو انا قبل ليكو شو عملت فكرت مازال جبت انا واشتريت في ليه هاللقوز كان كبير قلت بشيلت ربعه او نصه بنعمله لايت وشيلت هيكي ربعه عملني السلاد لا كوينا هوني والربع اللي بقي عملني كارباتشو كارباتشو تعرفوا كلمة كارباتشو هي كلمة ايطالية بامتياز هيو هالفلي البقر او البيف فلي المقطع اوكي شرائح ومدقوق كتير كتير بيجي الفلي مثل الورقة يقدم مع الركة والبرميزان عليه من فوق او البرميجان ورجان وزيت زيتون ملح وفلفل هلا كلمة كارباتشو صرنا نعطيه لكتير من الاشيه كارباتشو سيبس كارباتشو سومو كارباتشو خضره يعني شو ما بدنا اليوم الشافشادي اخد هالربع شقفي من السيبس قطعنيها ونقعتها بالبراد هلا بس بتجيب رلا بتروح بتجيبها عملت له سوس سيترونات سيترونات يعني حامض زيت زيتون وملح وفلفل طيب اذا انا عندي هالسيترونات زيت وحامض وملح وفلفل دفولون شو ما بدكن حبا فلفل حلوة بوافرفير يعني كمان الفلفل الاخضر الفلفل الاسود الفلفل الروزي بيطلع معنا خلطة هالخلطة فيني نيم فيها شرائح يعني انا غطي فيها انقع فيها شرائح السمك حوالى ثلاث اربع ساعات بيستويوا على الحامض وفيني اكلهم متل ما هلني هلا راح نشوف بعد شوية قبل خلونا هون لايكو كيف واو الفطرات الحلوين يا شاف شادي هون مع البصلات زدلهم شوية صغيرة من الكريم فراشة عليهم وهون راح يطلع عندي وصفتين وصفة يعني راح انا اخد منهم شوية قدمون لوحدهم يعني فينا ناكلها لوحدة حدا ازا بدنا نحط رز ابيض مش مزبوط يعني فطر مع بصل فينا ندخلهم ازا بدنا جيج فينا ندخلهم لحمة فينا ندخلهم سمك او غيرون او رايدس مثلا شوية صغيرة كاري وفينا نحطون مع كمان شو ما كان حدون من انواع الرز او انواع الباستا او انواع النودلز او غيره او غيره طيب شو عندي انا هلا يا شادي واو 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 عندي طلعوا تاليا تالي اخدر تاليا تالي خضرة وعندي البابردالي اللي هي البيضاء او هي كمان من عائلة الفيتو تشيني يعني انتو عندكم التاليوليني تاليا تالي بابردالي اوكي يعني عندكم انتو بيفرق بس انو الكبر تبعونه قده هني قده هني عراض طول نفسه قده هني عراض مجامعي التاليوليني التاليا تالي بابردالي بابردالي مع التاليوليني هاو دي بسموهم بس انخلطوا بيسموهم بالايطالي شرحنا عنهم كذا مرة هون انا عندي كمان من الجبنة راح حط هلا على الباستا يا سلام هالموزاريلا الحلوة بها الطريقة راح اجي انا اخد شوية صغيرة طلعوا هن شوية صغيرة من هالخليط اللي انا عملتها بصل مع الفطر مع شوية صغيرة من السوس عليهم ورح اترك الباقي تقدمون لوحدهم بها الطريقة هيك هلا بعد شوية صغيرة كمان بيجمدوا شوية وما نقدمون واو وهلا ما نبلش نخرطهم يا شاف شادي بطريقة جميلة مع شوية صغيرة من الحامض طلعوا شو عم بيصير واو وشوية صغيرة من الملحات الحلوين يا سلام وهون الفطر صار عندي سالات كمان كابريزي بس مع المشروم مش مع البندورة طلعوا فيها سالات دبات بتعايد مع الموتساريلا ومع المشروم يا سلام يا شاف شادي هلا كمان منقدمها رح اطلها شوية صغيرة كمان من الحبق لاني بيلبق كمان مع الكابريزي والزيب بها الطريقة الجميلة رح نقدمهم بعد شوية بيصحن وصل عنا سالات كابريزي بس ما زي ما تكون هالكابريزي مع البندورة شن البندورة خطينا محله الفطر مع البصل وطعمناهم بشوية صغيرة من الكريم وهون طلعوا طلعوا الطبق هلا وين صار رح قدم الطبق هون طلعوا طلعوا ها طلعوا هالطبق شو حلو للترويقة اوكي عادة الفطر مع البصل والكريم كتير طيب اكيد بريك بعد شوي بس ترجعوا رح نحضر مع بعضنا خلطة التمبورة رح نقدم الكالاماري ورح نقدم كمان سيباس كارباتشو رولا شرفتي بونجور ان شاء الله كلكون منيح منروح مع الفصل عليني ومن بعدها منكفي ورشة ملح موسيقى 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 كفير معكم ان عالم الصباح ورشة ملح موسيقى 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 عملي معروف اذا بتريدي من بعد اذنك ما تصغير ما تصغير بالفريزر فوق في كباية مفيها مي وبالبرات تحت في صنية فيها سمك جبيني عملي معروف بالكباية فوق فيه ملعقة ليش انا عملت هيك لانه بدي فرجي للمشاهدين انه لازم المي بتكون امتلز اللي بدنا نستعملها للتايمبورا برافو وتحت شوفيه وليك هادي هون فيها سمك هادي فوق فوق برافو عليكي انا بلاشت هوني خليكي معي انتي معي ولا لا انا اللي معروف انا اللي معروف اول شي هون خلينا نفرج المشاهدين نحنا عنا السيترونات اللي حطينا فيها الحبق ونقعنا فيها من السيبس الكرباكشو يعني قطعنا فليات السمك كتير 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 سطيلة سطيلة يعني رفاع مثل الكرباكشو هاي ده كباية الماي المسقعة مسقعة تعو معي عالمسقعة نعمل التايمبورا بسرعة يا شفشادي يلا شوفوا هون عندي بيتتين اوكي خلينا نزيح هيكي الكاميرا هيك تشوفنا كلنا سوا بس انا عندك بيتتين رحنا نحط لنا ملعة واثنين وثلاثة من النشا حركنا نشا عادي حركنا مع البيض بك انا عندي شو يا رولا بيتتين مع النشا بيتتين مع النشا طلع كيف منروح نفس الموضوع منروح عطحين كمان ثلاثة طلع واحد واثنين وهيدي كمان ثلاثة محرك البيضتين مع النشا وهلا هون عنا ملعة صغيرة من البيكينغ باودر نفس البرمي وهيك طلع كيف لكن بيتتين ثلاثة من النشا ثلاثة من النشا ثلاثة من الطحين ملعة صغيرة باودر وبيتتين هون شوية بيتتين اول شي وهون الملحات بهالطريقة هيك نص ملعة طلعي 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 منحرك منحرك مزبوط وهلا الماين متلجه وطلعا اوكي نجي شوية ومنحركته نجي نعمل خليط مثل خليط اللبني حريك مثل اللبني هلا بتشوفي انت اه بردون مش متل اللبني بين الحليب اه قصدي بين اللبن واللبني الرارت خلاص متوش اعتمد اعتمد انه بين طلعي كيف هون بتبين معنا دغريق الموضوع بهالطريقة ها طلعي كيف راح حط فيها وين الزيت هون معاك او ملعة كبيرة من الزبدي السيحة او ملعة كبيرة من الزيت الزيتون وهون صار عندي هلا خلطة كيفيني طعمها باععبا لي خلطة ، قم watt ودف فط حلوة طريقة هيك. الله. انا هون هيك طلعي. الله. وبس نغطسهم نجي بنعمل شغلي هلأ حلوي. بناخد. طلعي. كمان نشا. هاي? شوي صغيري بننشع عليهم هيك. طلعي. هايدي كمان اساسية هيك. وبايدنا طلعي. ملاحظة? اوكي? بايدنا مندلش نفوت فيهم بهالطريقة تيتغلفوا مزبوط. وصار عنا. دي زدنا نشا. طلعي هون. لان ما زدتي انت النشا هوني. باللاشة تخلطيهم صار يدخل فيهم اسا اكتر واكتر من قبل عم تفهام عليك ايجيف? اوكي ايه 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 بيحطون على على القورماكي من برا. عافت عليك ايه? ايه ايه. اه ايه. اسم بانكو. بانكو اه يامي. اه يامي معلوم يامي. يلا تعالي هون انا هيكي طلعي طلعي ها واحد اثنين طلع يلا ها. عم تعدون? يلا. ما تعدن هاي هون اه? نعم. هلا بدكم كمان. نحنا هون عم نعمل الكلماري كلهم سوا. طلعوا وش عم بيصير? يامي. طريقة كمان جميلة. عم نقري هالكلماريات الحلوين. وفينا نقدمهم كمان مع كتير من السوسات منهم الترتار سوس. يامي. كمان كمان كير هيك قصص. طلعي كيف. وفيك فيك كمان تعملي طريقة تانية هي طريقة الباني. طريقة الباني تعرفيها اللي هي انه ما الرقم بالطحين قبل بعدين بالبيض بعدين بالكعك المطحون. انا بحط هاي الطريقة طريقة جميلة جدا. ونجي نحنا هون. نعم. يا شاف بنحرك طلعي كمان نعوين احنا النار. طلعي كمان كيف. حبيت الموضوع. شو بكي هلا خرستة. اه. ليش ليش خرستة ليش طلعي طلعي. طلعي جميل. طلعي كيف. وهلا بعد شوية. راح تشوفينا كمان عم نقدمون. منيح هلا مش منيح. هو المنيح. هلا نروح على على الفرن. واو. شفتي. او ماي جود. بيقعدوا بجننوا. صاروا جاهزين. رابو. عنا طلعي حطوا نهو قديمكم ها. روعة. ها السمك لايت مع البصل الاخضر ومع البنادورة بطريقة جميلة جدا جدا. ما فيك تقوله. معاك? يلا يا شادي. ما نبلش. يلا. نبلش نشيل نحنا. نشيل طبعين من الكعب سخنين. طبع. هل بدهم بعد شوية ولا صدر? جاي عبالك بعد? امكان بدهم نضربه. طعف يا انا كنت نمطل نار عليه ونتفي صغيري. هلا بعد شوية. ننطل نتفي. ايه. وبنمشي. طبع. انتي معي ولا مش معي? انا الشغلي. وهي. طرتر. ايه. مش معوش طيب هالسوس. طيب. مايونيز. يلا. هوني. عنا اون شوية. معي ولا مش معي? ناخد هيكي فيلي. انا الطرتر اللي عم بعملها هلأ. هي اطيب طرتر بالعالم واتحدة. طب يلا هيت لندو. انا كتير ببعرفة. هايدي الباز. هلا على الباز فيك تزيدي. زيدي. حر حر حرية عملي البدكيه. بس هيدا برجع بعيد للباز. نرجع هني ست اشياء. ويلا. كاتر. اون شوية. كورنيشون. اونيين. يعني اونيين. طلع اونيين خلنا ما نكترون كتير. هاو دي اربعة بعد في شغلتين. اوكي. دونيس. وبابريكا. يلا. نروح نشيل البتاع. يلا. كيف كل فضاء عندك هون? تمام. نحاك. شو كتير. قبلت كمان اللون بهالطريقة ها. يلا. وهون كمان يا شادي هيخلهم كلهم سوا. انا كمان نشيلهم هاك. واو. وهلأ رح خلي الزيت يحمى شوية صغيرة. منرجع عم نقلي كمان الباقيين بطريقة كمان جميلة. وهلأ شو بدي قليك انا. انت فيك تاخدي هلأ شوية صغيرة تحط عليهم نفة صغيرة من الملح. شو هنه? ودقيلي حبة. ولو تكرم معينة. يلا. انا بهالوقت بيكون الشاف شادي بلش رح ياخد هون شوي. شاف بس الزيت شو بنعمل فيه? تركيلا الزيت. وين? هون. ما بدي قشوي بعد. ايه حط لأ مشان الزيت. لا بدي قلت شوي زغيتة يحمى متل ما قلتها ارجع اليوم بسرعة. اوكي? يلا هون واو. لايكم شو حلوين? لايكم انا شو عم بعمل هون? عندي لك من البقدونيس. عندي من البابريكا. وعننا من. بجع من ايدون. انا وياك شوية. كاب. اون شوية. كورنيشون. بصل. في البصل عادي اذا ما عندك بصل اونين لصغار مكبوسين. بقدونيس. وبابريكا. هاو دي كل لون لازم لون نفرمون. وهنه بس نضيفون. على المايوناز. نعم. على المايوناز. بصير عنا شي اسمه ترتار. وكمان لمعلوماتكن الحلوة انه. في شي اسمه يا رولا. انت شو بتاع في فرنسا انا موجودة على كلها الارضية. فرنسا هي من اوائل شو اسمه البلاد اللي عملت شي اسمه ستيك ترتار. اللي هي الكفتة. اللي هي الكفتة الفرنسوية خلينا نقول. لهنه هالست اشياء اللي شفتون هلأ اللي انا عم بحكي معون. منخلطهم مع اللحمة النية اللي نحن مستعمالها كرمية للكفتة مزبوط. صح. بس هنه كمان بدفولها اذا بدنا شوية صغيري متى باسكو. الورتشستر شاير سوس. شوي صغيري اذا بدنا من صفار البيض بضيفوا بقلبة. متل ما بدون احنا ما عنا اي مشكلة بهذا الموضوع. قبل ما نكفي هون لايك ها. شوفت كيف فرمني هون ناعم 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 ناعم. واكيد فينا نفرن على المشين من دون اي مشكلة بطلع كمان اسرع. طلع ايشو حلوة. وهون يا شاف شادي. رائعة. المايوناز. وما زالي عم تقولي انت من زويقين الترتار. هاي دي بابريكا يا شاف شادي هون. انا بيجي بيخد هيك. بحري. بس كمية المايوناز عليهم مش كتيرة. ايه. لا ابدا نطلعي ها. يعني ما بدنا بعد من الخطة. ابدا طلعي طلعي الجميل تبعولي. يعني انتي ملعة اصغيري حطينا لحوالى تلاتمية تجرام من المايوناز. هاي دا غدا. ليز. سكيها بايدك ازا تريدي. فينا ندوق. ويلا والشاف شادي بيكفي هون. واحد. هون كمان بها الطريقة هيك. يلا يا شاف شادي. هون. يا ماما. اوكي. واو. شوف كيف الوضع. واو. طيبين. يعني رح انا نزل نزل هول. وهيك كمان ساحية ما راح يجازه هلا. بس نحنا فينا نقدم. طبع طبعولنا. وشفنا كمان كيف نشتغل هاي دا الشغل. واو. يعقيد. وهو دي كمان هالكلماري. بعد شوي. ويلا يا شادي يلا يلا هون. وهو دي كمان حبة اتنين. شلنا بسرعة الكفوفل اول. حطينا هون. جيب شوية الكلماري وجيب شوية الترتار يا رولا. بسرعة يا ازا بقي ترتار. لحست الترتار كلهم. لحط يا قربة. حط الكلماري هون والترتار هوني بملعقة. اوكي. وهلق طلع كمان فج. فج جديد. وطلع فيني هون. هلق تركوه لنا هون هيك. او مش ما تركوه لنا لانه بتحترق القصة. طلعوا شو حلوين. طلعوا الكلماريات. مدد قرون. رجعين لا عندكم يا تنفوراي كلماري. هون الترتار yea? لايكوا هون شو عم بي صير? طلعوا فيني اعملوا معروف. تنقدم crust. لايكوا شو حلو? لايكوا شو GPA. لايكوا جميل الكارباتشو ليكو جميل الكارباتشو ليكو جميل أنا عالي هون بعد طلع هون شو حلوين وطلعوا كيفوا فيكم كمان تخلوهم بالبراد يوم ويومين طلعوا كمان طب خلص ما بقى تحطوا كله بس هم خلقة تعمل طلع هون هيك بها الطريقة الحلوة وهي دي كمان آخر ترونش الشرشادي يا سم عنك شايف عنك يلا كمان واو التمبورة شو صار فينا هون شو صار فينا هون عملكون شوي خلونا 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 رجعين 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 على الكلاماري الجميلين رجعين 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 وعندي هون الصنية هاي واو أماريك شوي ايه بدي أعمل هيك غسل إيدي بسرعة غسل إيدي وإجي بس بدي أقول للمشاهدين هيكي على نظافي مثل ما بيقولوا أنه كانت حلقة ممتعة جدا 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 أوكي ولوما أكلت ولوما أكلت رولا الكلاماريات كلهم سوا كان طلع كمان السحن أجمل بكتير وخذي حلي حالك بكورنيشو شي أطيام معقولي أنت طيب أنه ما خليت شي أوكي إن شاء لكم كمان أخذنا كتير أفكار اليوم أفكار كتير إن كان على الكب إن كان كمان على سلاة السمك كمان مع الخضرة بطريقة حلوة مع المايوناز إن كان على الكارباتشو طبع السيباس إن كان على الفجتبل كمان كابريزي إن كان على التلاة اللي مع الجبني مع الشومبينيون بطريقة جميلة جدا اللي هي الكابريزي باستا سالد بس من دون البومودورو عنا كمان هون السمك لايت وعنا الكلماري تيمبورا كينو أوكي مع أجمل ترتار سوس فيكو تاكلوها والسوتة من الشومبينيون إذا عندك وقت تنهي عالم الصباح اليوم تفضلي شوان تاكلي هوني؟ ها؟ لح السيباس لهوني لحتيتك ألف عافية شاف عن شاتي طيبين يوم ما عالم الصباح خلص بتمنى أن كلكم تبقوا محلاتكم ما حدا يهجم مرسي بكرة عالم صباح جديد بنشوفكم بكرة باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر